موسيقى مساء الخير الخلط بين مفهوم المشهور والمؤثر على مصرات التواصل الاجتماعي صار مثل عصير الفواكه بالمونيكس بعقول واذهان المواطنين وصار كل واحد يعرف المشهور والمؤثر على مزاجه وهواء الخاص وما في حدا شايفه طالع يوضح للناس شو بقول العلم وشو بقول أسادة العلم بهذا الموضوع وكونه العلم أداة الفصل والربط في هذا الموضوع أول شيء لازم تفهموا أنه ما بصير ولا تحت أي معيار من المعايير أني أقارن الصحف المتخصص بمشهور أو بمؤثرها من السوشال ميديا لأن الصحافة عالم مختلف تماما عن عالم السوشال ميديا ولازم تفهموا أنه منصات التواصل الاجتماعي يا جماعة مش وسائل إعلام ولا عمرها كانت وسيلة إعلام منصات التواصل الاجتماعي هاي حواضن حراكات تفاعلية واجتماعية وسياسية بين الناس بمختلف شرائحهم بس هذه هي منصات التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلام ثاني الشغل اللي لازم تفهموها أن مخرجات وسلوكيات المشهير والمؤثرين ما لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمخرجات الصحافة والإعلام واللي بمارسوه المشهير والمؤثرين على هاي المنصات لا يندرش تحت العمل أو العلم الصحفي والإعلامي الشغل الثاني يا جماعة الخير ما عنا منظومة تشريعية وقانونية تحكم مخرجات وسلوكيات المشهير والمؤثرين عبر هاي المنصات يعني على سبيل المثال قبل يومين دخلت على أحد هاي الشخصيات مصنف حاله كوميديان أو توك شو كوميدي لقيت وبوصف بحالة الشباب هما بيحكوا مع البنات تالي الليل بطريقة إباحية صريحة والناس اللي في المدرج والمتابعين عبر المنصات اللي بيسمعوه له مبسوطين تقول إنه مشغللهم مسرحية مترس مشاغبين وبالعربي ما حدا حاكي معاه بالإضافة إنه بتلاقي أكبر المؤسسات الرسمية والخاصة دعميته على شو أنا مش فهم في الوقت اللي لو كتب صحفي مادة فيها كلمة وحدة إحائية أو إباحية أو حاكم وقدم برامج جملة غريبة بتقوم عليه الدنيا وما بتسكت وما بيظل قانون ما بتحاكم عليه طيب شو السبب إنه حرية الحرية الممنوحة للمشاهير أكثر من الحرية الممنوحة للصحفيين وين شو العلة عموما مش هذا موضوعنا إحنا مشكلتنا بالأردن يا جماعة الخير تحديدا إنه الأردن تخلو من شخصية ومهنة الناقد يعني ما عنا ناقد سينمائي ولا عنا ناقد تلفزيوني ولا عنا ناقد اجتماعي يعني بالعربي ما في أدوات قياس لمخرجات المشاهير والمؤثرين والكتاب والممثلين سوى آراء الناس اللي بتشوفوها على منصات التواصل الاجتماعي وآراء الناس آراء مزاجية هوائية مبنية على عاطفة مش مبنية على أسس علمية أو معايير النقد العلمي الدراسات العالمية يا جماعة الخير بتقول إنه فيه هبوط بالضايقة الفنية والأدبية للسواد الأعظم من الجماهير في الدول النامية تحديدا ليش؟ لأنها تعتبر شعوب استهلاكية مش شعوب منتجة للفكر ولا المعرفة وهذا دليل على إنه من يصنع المشاهير والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي هم الجماهير ونفس الجماهير اللي بتنتقدهم بتهاجمهم هي اللي بتدعمهم بالمتابعات وبالمشاهدات والتعليقات وهذا هو مراد وهدف المشهور فقط حتى تستقطبهم الشركات ويروجوا لمنتجاتهم بمقابل مادي بس السؤال اللي بطرح نفسه هل فعلا المشاهير بيأثروا بسلوكيات الجماهير ولا إنه الجماهير بس كتستمتع للحظات في متابعتهم وبعدين ولا تقول إنهم كانوا موجودين أصلا يعني على سبيل المثال لو جبنا أكثر واحد مشهور بالأردن وخلينا يشرب عصير خروع معقول ثاني يوم نلاقي الشباب بالجامعات وبالإسواق ماسكين علب عصير الخروع بيشربوا فيه يعني معقول هذا الكلام لا طبعا إحنا بالأردن يا جماعة الخير وبرأيي الشخصي ما عنا شيء اسمه مؤثرين صحيح نعم عنا مشاهير بس مؤثرين ما عنا لأنه أنا بسأل حالي كل يوم مين بيقدر يأثر بسلوكي ومعتقدي وتفكيري وتوجهي غير إنسان سيرته الذاتية حافلة بالخبرة وبالعلوم وبالبحاث وبالدراسات وإلى آخره يعني معقول يا نظامي يأثر فيك صبي بطلع على التيك توك أو على الفيسبوك وبحكي عن اللباحية أو بيسولف سوالب حصيدة لا طبعا المؤثر يا جماعة الخير هو الشخص اللي بيقدر في أقل من نصف ساعة يغير في سلوكك ومعتقدك وتفكيرك مش اللي بيخليك تضحك وتنبسط لمدة ربع ساعة وبعدين باي باي وبدي أقول لكم شغلة على سبيل المثال الأحزاب عنا بالأردن لو سألتكوا كلكم مين في شخصية من هذول المشاهير بيقدر يقنع الشباب الأردني بالانضمام للأحزاب فهموني مين يعني لو طلع تبع الكوميديان أو تبع البوتكس والفيلر هاي أو تبع الشورمة والبورغر بيحكو لك يحكو لك على الأحزاب تقتنع بكلامهم مثلا وبتروح ثاني يوم بسجل بحزب لا جاوب بصراحة انت جاوب نفسك تجاوب نيش أنا بس مش هون الخطورة الخطورة لما يكون فيه تمدد لشركات الإنتاج بشكل غير مدروس وتقوم هذه الشركات باستقطاب هذول المشاهير وإنتاج برامج وسكتشات لا تتفق مع صفغة المجتمع من حيث العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية والاجتماعية يعني بكل بساطة لو ضل المشاهير لحالهم على رؤوس وميشتغلوا بكونوا المشهد أخف شوي وبسيط يعني بنقول ها مش مؤدلجين هذول أما تيجي شركات إنتاج تتبناهم وتصرف عليهم وتوجههم شو يشتغلوا فهذا موضوع مختلف لأن شركات الإنتاج بالعالم معروفة إنها أسلحة أخطر من الأسلحة النووية على الصعيد الفكري والثقافي والأدهى من هيك إنه بتيجي مؤسسات كبيرة بالدولة ومؤسسات رسمية بتكرمه وتعطيهم مكان وقيمة ما بيستحقوها وهذا مش من وجهة نظري أنا هذا من وجهة نظري العلم وأهل العلم وروحوا شوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي شو ردود الأفعال بيختلف الشرائح وهذه المؤسسات بتكون عارفة إنه هذول المخرجات تم سخيفة لا ترقى أن تكون مخرجات أدبية أو فكرية أو حتى مخرجات يمكن أن تخدم المجتمع بشيء له منفعة والأدهى سيرين يسموهم رياديين يعني لو قلتلي الحكومة الأمريكية كرمت أوبرا أو ويل سميل بقول لك والله يا عمي هذول المؤثرين بالعالم كله مش بس بالرأي العام الأمريكي وبستحقوا التكريم لأنه مخرجاتهم صنعت فكر عند الشعوب وغيرت كثير في السلوكيات والمعتقدات أما اللي عنا يعني سؤال شو غيروا بالمجتمع وشو أثروا فيه أعطوني هاينا ما احنا شايفينهم كلهم قدامنا واحد دايل على إعلانات البرغر والشورمة وواحد 24 ساعة بتتمغلط بالمكياج وشانط مليون إبريت بوتكسو في الهر وواحد طول نهاره دايل يحكي كوميديا إباحية سخيفة وواحد عاملت لي فيها مودلز وهي كل يوم تشمط وجبتين برياني بالنهاية هذول واقع أنتو اللي صنعتوك جماهير مش هو اللي فرض حاله عليك باحترامه وعلمه وسلوكياته لأنه أنتو أصلا بدكو هيك أنتو ما بدكو ناس تحترم عقولك وتقدملكو المنفع العلمي والاجتماعي ومثل ما قال الممثل أحمد زكي الله يرحمه كل شي غلط كل شي أصبح مزيف ليش؟ لأنه المجتمع ضعيف وهذا الضعف ما بيفرق بين جاهل ومتعلم ليش؟ لأنه أنتو اللي خلقتوا الدجال وأنتو اللي صنعتوه بإرادتكو مثل ما صنعتو من الحجر تمثال وعبدتو سلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر